اشتركوا في القناة وإلى الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين بمناسبة ذكرى مثاق العمل الوطني وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذه المناسبة إننا ننظر إلى ذكرى التصويت على مثاق العمل الوطني بعيون ملؤها الفخر والاعتزاز بما حققته مملكة البحرين من إنجازات عظيمة بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى ومشروع جلالته الإصلاحي الذي قاد البحرين لمرحلة جديدة من البناء والتحديث والارتقاء بمسيرة المملكة في مختلف المجالات الأمر الذي جعل من البحرين أنموذجا رائدا ومتميزا على مختلف الأصعدة وسط الاهتمام الكبير من قبل سمو رئيس الوزراء ومتابعة سمو وللعهد وأبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن التصويت على مثاق العمل الوطني كانت له انعكاسات إيجابية على الحركتين الرياضية والشبابية من خلال الإنجازات المتميزة التي حققتها البحرين في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية في العصر الذهبي والتي كانت بمثابة نتيجة طبيعية للمشروع الإصلاحي الذي انتهجه جلالة الملك المفدى وأشار سموه نعيش في ذكرى ميثاق العمل الوطني سعادة بالغة بفضل الإنجازات الهائلة التي حققتها الحركة الشبابية والرياضية ونستذكر في هذه الذكرى الوطنية الغالية الدعم الكبير والاهتمام المباشر من قبل جلالة الملك المفدى للحركة الشبابية والرياضية والتي حققت إنجازات باهرة في عهده وعوام كانت ذهب شعارا لها وعهد سموه جلالة الملك المفدى على مواصلة بذل كل جهد من شأنه الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة إلى أعلى مراتب التفوق والإنجاز